اشتركوا في القناة 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 بأعضاء بجسمنا او بمحلات معينة وبتنعكس على شكل امراض بس انعكاسها هي بشكل عام على حياتنا اليومية وعلى تصرفاتنا كيف بيكون للصدم النفسية؟ ما منعود نحنا ما منعود نتصرف بالمحبة ما منعود نتصرف من أحاسيسنا منخسرهم هادي من الانتوشن تبعيتنا من حاسات السادسة منصير متكأنه دمي عم نشتغل منصير بس شو المجتمع بده شو الآخر بده شو الحوالينا بحاجة لقلنا منبطل نحنا منخسر هويتنا كمبليتلي ما بقعد عنا هالحرية وهال اذا بديك الاحساس بوجودنا بس عم نشتغل من وراء المجتمع والكوندشن اللي عايشين فيه والبيئة اللي نحنا فيها وكل شي حولينا منخسر من نحنا وهذا اللي بأثر علينا لأنه إذا الواحد ما عايش حياته اليومية باللي هو بيفكر فيها صح لقلو ما بوجوده بس ما كانوا ماشيين ونحنا منه ما كانوا ماشيين نحنا عنا روح وعنا نفس وعنا experience زي اللي نتعلمها وعنا حيات لازم نمشيها وعنا purpose كمان بحياتنا فيقلنا هدف وجينا على هدف بهالحيات وإذا ما كلنا بالهدف تبعنا منحس بالقلق وهيدا القلق بيسبب لنا من عارض لعارض لعارض والأعراض بتصير من خطأ لخطأ لخطأ يعني فيه ناس كتير بتفاكي إذا طلقت برتاح بس بروحوا بيجعوا بيجوزوا نفس الأشخاص ونفس بس إذا ما منتعرف أكتر عن نفسنا ونقدر نحب حالنا ونسأل إنه نحنا نطلع من هالحالات النفسية المرأنا فيها واللي هلأ كتير عم شوفها خاصة من بعد اللي صار ببيروت واللي عم بيصير والحالات اللي نحنا العايشينا سوهيدا كتير بيأثر علينا يعني هلأ إذا حدا عم بيقول بام ولا بتسمعي بإكسبلوجين ولا بباب ببينطبش نحنا دغر بننقذ ودمعتنا بتكر وما منعرف لأه بس نحنا منعرف هلأ لأنصر عندنا الوعي اللي صار مع العالم الحوالي منه سهل نحنا بإيزي إذن سنة بس جسدنا ما بينسي يعني لو بعد عشرين سنة إذا بينطبش باب أو بيطلع إكسبلوجين الجسد دغري لح يتصرف نفس الشي مثل ما تصرفنا بساعة الانفجار مثل ما صار كتير عالم معهم بهيدا الانفجار رجعت وعيت عندهم أشياء من الحرب الأهلية في لبنان أو الانفجارات أنا واحدة منهم أول إكسبلوجين طلع عندنا بالبيت يعني فكرنا بالبيت بس أول إكسبلوجين طلع الولاد طلعوا فيه إنه أولادي كبار بس طلعوا فيه إنه مام شو هيدا أنا بالبرمجة تبعيه تعقلي ذكرت حرب بيروت الأولانية لما كنا صغار شو كان يقلنا بابا إنه ركدوا لتع حد عتبة البيت البيت خلي البيت أنا هيك قلت لأولادي من دوم أشعر من دوم أفكر لأنه جسمي مخزن مبرمج مبرمج على هاشي إنه إحنا منتخبة تحت عتبة البيت وملحقنا مشينا طلعوا الإكسبلوجين الكبير اللي فجر كل شي سو الآهل عقلنا والجسدنا بتذكر الماموري وحتى ميري مش بس من هالحيات ممكن كتير تحمل قصص من حياتات ماضية هلا العالم ممكن بتصدق فيها ولا ما بتصدق فيها بس عنا كتير حالات من لقيها من محلات جاي كمان من حياتات ماضية نحنا مرقنا فيها ومنحملها معنا لأنه كل شي نحنا عنا إياه هلا مبرمج معنا من زمن وزمن 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 وهيدا اللي منوصلوا بس بدي أقول شي إنه دايما متكأنه روحنا بتذكرنا وبوك أس هيكي بتنكزنا إنه انتبهوا هون في هاي دي وإذا ما مننتبههم نعرف معناتها منمشي بالحياة وبتصير حياتنا قطعص وقطعص وقطعص وقطعل وقطعل هي كتير تقل يعني اللي من بعمل تراوما هيلنج لحدا يعني أول يوم تاني يوم بيكونوا تعبنين بس من بعد ثلاثة أيام بيقولوا لي نوال كأنه حاملوا راح عنا كأنه هموا نزيل عن جسدنا هو كان موجود بس إني ما قادرين يعرفوا شو سبب هالشي بحسوا حالهم لايتر بحسوا حالهم أخف لأنه حسوا حالهم عن بطيره الجسم بيكون مكبل بكل هالذكريات والأوجاع اللي بخزنت جوه بتختلف التراوما بين الطفل الصغير وبين المراهق وبين الشخص الكبير اللي عم بعيش تراوما ولا إنعكاسة هو هو ذاته ليكي بالأطفال يعني هلأ بتطلع مثلا ببنت بنتي عمرة سنة ونوص لمن طلع الاكسبلوجين طارت من حدنا وإجت على الأرض وأخذتها فترة لترجع تجل عنا سأكيد في محل معين بالذكرة طبعيتها إنه صار شي بس طبعا ما بيكون في مور اندرستاندين يمكن ما في تفهم أكتر شو صار أو كيف استوعبت القصة وما بعرف قدي مع الوقت الواحد يمكن الجسد مع الوقت لأنه في حب كتير بالعائلة وفي كتير انتباه للوعي اللي نحن عم نتصرفه معه ممكن يغير هالشي بس مع الكبار لا بتاخد أزا أكتر خاصة تين اجرز خاصة يعني من عمر 8 سنين 9 سنين وما فوق يعني بتلاقي كتير العالم بشوفهم إنه بعضهم ذكرياتهم معبئة بجسدهم لمن الاستاذ عيت عليهم لمن أمهم صرخت فيهم لمن بيهم ما راح تدافع عنهم يعني هادي بيعلقوا بدماغهم وبيصير بيصيروا يشتغلوا على هالأساس يعني بيصير إنه أنا بدي يدافع عني لازم يدافع عن حالي لأنه ما كان في من يدافع عني شو هادي المحبة وإمه ما إمه إلى علاقة لأنه هني ما بيأمنوا كمان فيها سو في محلات بين جرحوا والجرح بيصير يزيد مع الوقت لأنه لما بنوصل بعمر الاربعين وخمسة واربعين وخمسين هون الجرحاتنا بتصير كتير آسية وبتصير نتصرف على أساسها بغضب أكتر وبخوف أكتر ما بقعد عنا الليوني لأنه صدنا بعمر يعني منفكر فيها ومنقول شو أهرتنا بس هي بتكون يمكن مننا بوقتها لأدي أهرتهم بس على الوقت والزمن بتقوى كتير هنا أنا بتذكر مثلا حدا نقلي بتراوما هيرين أنه بيكره أمه ليه بتكره أمك أنه شو عملت لك أمك وأمه إنساني لكل العالم بتطلعولها قال له كانت بالمدرسة أنه قالت له أمه للإستاذ مثل ما بقولوا عنها مثل بالبنان العظم لألك واللحم لألي وتأبر هيدا المثال بتذكر أنه إذا أمه خلت حدا يضربه أنه معناها وين في أمومي وين في محبة إذا أمه خلت حدا يأزيني سو هون صرف عنده جفة وصرف عنده باللوعي تابعه إنه بيكره أمه بس هو ما بيتذكر لفتنة بالتراما وفتنة بالحديث ومن محل لمحل لوصلت لهونيك لوصلنا لهالمحل اللي لقينا فيه طبعا بيصير فيه تسامح وبيصير فيه acceptance للسيتيواشن وبيصير فيه understanding ليش نحنا نتقبل وتفاهم ليش نحنا تصرفنا أو نتصرف مع أهلنا هيك أغلبية العالم بتفكر يعني كتير منيح إني كذكرت هول إشي أنا أولا أنك أسألك نفوت أكتر فيهم بالتفصيل إنه التراما أو الصدمة النفسية هي نتيجة مثلا مثل انفجار حادث سار كبير حالة حرب أو قصص قوية اللي منشوفها بصريا قدامنا بتنقزنا بتخوفنا أو حالة تعدي جنسي أو حالة تعدي أو تحرش أو اختصاب كمانا هيدا بتخلق تراما كتير قوية بس هول القصص الصغيرة اللي عم مش صغيرة يعني حجمة كتير كبير اللي العالم ما بتعرف إنه هي تراما يعني مثل ما والدته وذكرتله قالتله للشاب اللي أجل عنديك أوقات الكابل بين بعضهم الثنائي بالزواج كمانا كيف بيعاملوا بعضهم الحكة الولد الصغير شو بيسمع من المدرسة من أصحابه هول لقد فعلا هن فينا نسميون بالتراما نحنا منسميون هوا دي small traumas الصغار بس هوا دي الصغار اللي بيأذوا أكتر من الكبار لأنه الكبير واضحا مبيني وفيك ترجع تعديها وتحكي عنها وتعديها وتحكي عنها ومع الحكة والعاية تفسي أكتر والإموشن تبعولك والأحاسيس تبعولك بلش تطلع مرة مع مرة بس هوا دي الصغار هن اللي بيأذوا أكتر وكيف بيصيروا نحنا منسميهم الجانب العتم اللي فينا لأنه منكبسهم ومنكبسهم ومنكبسهم يعني كل مرة حدا بعيط على ولده بيعمل لابنه هاي دي تراما وصوري قدي لولادنا مأزليين من موتسيك اللي بيقطع قدامهم سيارة بتكبس عليهم استاذ بيصرخ فيهم ونحنا منصرخ يمكن عرفت كله هيدا بتجمع بتجمع هوا دي اللي منسميهم أكتر بيأزوا أكتر من البك تراماز سو ننتبه نحنا كيب نحكي مع ولدنا ننتبه كيب نتعطى مع الآخرين كمان حتى الأدلتس يعني أنه ممكن تحكي كلمة قدام بتجرحني بس أنا ما عندي القدرة أو القوة أني أنا أحكيها أو عبرها أو اسمح لحالي لأنه معلمين ممنوع تجيبه ممنوع تحكه ممنوع ديرفع صوتكم ممنوع ممنوع سو بيصير واحد يخجل أنه يريد بس بتضله براسنا وهيدي الصغار هني اللي بأسروا فيهم نسميهم نحنا dark side اللي موجود فينا العتم اللي حطينا دافنينا لنفوتوا ننكش لنبلش شوي شوي وإنها كيساتة بتبين بخلال علاقاتنا بالشغل ولا علاقاتنا مع شريكنا ببلش بتطلع ع شكل غضب ولا ع شكل خوف هلا إذا بتطلع في ناس شيئنك تدقري أو تحكي كلمة بينفجروا هني ما عم بينفجروا على العقلتي لأنه جسدهم بقلهم شفتوا ما بتتذكروا شو صار فيكم بالماضي هلا عم بيصير فيكم هيك بس الناس مننا يعني كتير من العالم منوا وعيين على هالموضوع هيدا لما نبلش ننتبه بنصير لحالنا نقدر نحلل ونقدر نصلح ونقدر نحكي نعبر أهم شيء الواحد يقدر عبر ويقول تعرف شو قزيتني انت به هيدا المحال احكي انه أنا نقزيت وما بآمن فيه نحكي نعبر لأنه كتير مهم نحنا نقدر نطلع الاحاسيس اللي عنا المشاعر اللي عنا في ناس بتخاف بتكبتون بتكبتون وبصير عادة انه آه معلاش عيط علي ما بي كان عيط ع امي it's okay ما بابا كان يضربني معنى it's okay حدا يضربني سو هاو دي كلهم بصير no it's not okay بصير مكتس ميسجز عند الولد كأنه رسائل مختلطة يعني ازا امي بي يضربوني في بعدنا زوجي يضربني وبالمدرسة يعتد علي فهون خطورة هاي المواضيع انه ننتبه انه حتى هول هن بيخلقوا تراما عند الولد ننتبه كيف منحكي معه وشو منقلهم حتى الاستاذ كي بيحكي مع تلمي كله هيدا بده معي كمان بده بده بكتير واحد انتباه يعني عندي stories خبرها عندي قصة خبرها عن هالمواضيع هيد وعن قدي نحن منصدق ولادنا كمان يعني ما يجي الولد بيقلك انه عمه ازاني ولا عمه تعد علي في كتير اميات بيقولونه لأ عايب تحكي عن عمه هيك بسكتون بس ما هيد التراما موجودة فيه بيصير كره لأمه لانه ما صدقته ولعمه لانه عم يتحرش فيه او فيها انه كمان هود نحن لازم ننتبه كتير مع الاخر شو بيحكي بالأمان وقتها الشخص عم بتحرش فيه خاصة ازا من داخل العيلة وعم بيروح عم تأهله وقهله ما عم بيصدقه يعني هيدا كتير مئز هيدا ميري ما بتصدق شو بيسمعها للأسف يعني بيسمعها كتير مش بس عنا هون بلبنان بكل العالم لانه ما عنا سقى بولادنا او او كلماتهم ما بنخدها بعين الاعتبار انه شو صار معهم وبتمشي القصة يعني بيكبر الولد بيصير عنده هالتراما الفضيعة من من الاشخاص الحوالي ومن عمه من سته من جده وكتير اشخاص دي كان جي ولا محل معين يعني كتير عنا اشها لازم نوعاله وننتبه له ونكون دايما نحسس الاخر هو بأمان لانه السيفتي هي اللي بتخلينا نكون عنا سقى بحالنا نقوي السقى بنفسنا انه نحس نحس نحنا بأمان وبديقول غيرنا المسئولية على غيرنا كمان نحن لازم ناخد مسئولية على نفسنا ونقامن بالشي الصح يعني انا كانت لما كان ولادي صغار قلهم اذا الاستاذ قالكم كلمة وما اقتنعتوا فيها بتقوموا بتطلعهم نصفوا بتدقوا لي ويا ما عاملينا لانه كمان الولد اللي حسنا نحن لازم نعلمه انه هو يوسق بحاله يوسق بنفسه يوسق انه حدا ازايه هو شعر بالأذى لازم يحكي عن هالأذى اللي شعر فيه مش انه معلي لانه لانه فلان لانه برمنه ولا لانه الاستاذ ولا لانه يعني كنت دايما نقول له الولادة اذا انتوا من جوا حسيتوا انه ازيتوا وفي شي منه صح قوموا وروحوا تلفنوا لي اذا كانوا صغار يعني الولد كي بدك تخليه حس انه هو في حدا وراعا بيقامنه ونفس الشي الكبار يعني لازم نحن كمان ناخد ونوقف لحقنا انه مش نسكت اي معلي بسيطة مشي تراما هيك مع الوقت بتصير عن جد تراما وبتصير تأذي بس هلأ صار فيه كتير العلم عن تراما وصار فيه كتير علاجات لقلها وبنفس الوقت فيه كتير exercises فينا نحن نتخطاه ونعملها مع حالنا ونقدر نطلع منها يعني أدا فيه اشخاص فعلا وعيين انه هن بحالة تراما ولا شو المؤشرات اللي ممكن تساعد لحواليهم بعيلتهم او اذا زوجه وزوجة ينتبهي الشخص التاني انه اللي عم بيتوجه او اللي عم بيعمل ردات فعل فيها خوف فيها عنف فيها حالة هلأ عم بيقطعوا بانعكاسات التراما دايما جسدنا بقلنا أنا آلة جسدية زكية زكية كتير زكية كتير مش شوي اذا دايما نحن منلحق احساسنا ومن قوية ساعتها بنعرف انه هيدا المحل مش لقلي يعني في كتير اشخاص قاعدين مثلا بوظيفة لانه بيقبضوا سلري منيحة بيتحملوا الشتم من البوز تبعون وبكونوا عارفين لازم نحن نعرف محلنا لازم نعرف وين منحط اجرينا على الارض لازم نعرف مكاننا هيدا اللي بقوله ايمتنا ومكاننا لازم نعرف وجودنا وين اذا انا كنت بمحل عم بتعنف في محل عم بيستخفوا فيي في محل عم قالوا الاحترام مني معنات انا مني مقدرة حالي ومني محترمي نفسي سو لازم نرجع لنفس سبعيتنا نرجع نحن نقوي ذاتنا ونحب حالنا تنقدر نعرف كيف نتخطى ونطلع من المشاكل طبعولنا اللي عايشين فيها بس دايما جسدنا بقلنا في شي بجواتنا اوتوماتيك هيد غري بيحكي فينا انه هون انت مانك مبسوطة هون انت حدا ازاكي فكريا جسديا روحيا اخلاقيا ازاكي بس هيدا الازم ما نخليه يتكرر يعني اذا مرة منسكوت ما نتنكسرنا سو اول مرة اذا الواحد بيحكي بتعرف شو حكي عمه لك فيه افهم او بتعرف شو ما بيسمح لك تحكي معي بالطريقة منتخطى ساعتها مشاكل كثير لتوصل لقدام بس جسدنا هو بيحكي وداخل العائلة يعني شو الاساس اللي ممكن هيك تعطيها مثل مؤشرات ينتبهوا افراد العائلة انه ابنهم بنتهم زوجهم زوجتهم عم بيقطعوا بصدمة يعني جربوا يروحوا عند اختصاص او جربوا يحكوا معهم او يستوعبون يستفهموا شو اللي عم بيصير تصرفاتهم مثل شو تصرفات الغضب تصرفات الحك الوسخة تصرفات اللي بدلهم بقودوتهم مثلا ما بيحكوا كتير يعني ردات الفعل اللي بتصير هي بتخلينا نفكر انه هيدا شو اللي عم تصرف هيك فينا نقدر نوجههم فينا نقدر نعطيهم كتاب يقروا عنهم فينا نسألهم نحكي معهم من دون اذا حتى ما رحنا لما عحلي يعني انا يعني دايما بعطي امثال عن حالي انه اذا ابني بفوت عالبيت انه اذا بلاقيه بطريقة تانية عم بتخلق علي ولا عم بتصرف انه مش هيدا الشاب اللي انا بعرفه انه فيه ويسأل يعني الاسئلة انه شو باك شو فيه شو ساير خبرني تستح قلبك قل لي شو صار معك يعني انا بأول ما سمعت عن تراما ودرسته وبلشت اطعطه واحكي معناه واشي رحت لولادي قلت له امام فيش مرة حنا نتعدى علي يكون انه صار عندي خوف انه ما يكون حنا متعدى عوليري انا ما معي خبر انه الحديث لازم دايما ان احنا نحكي مع بعضنا نتفاهم مع بعضنا ومندوم اللوم الاخر نعطيه مجال يفتح تمه ويحكي ويعبر ويقول شو باه سو هيدا كتير بيساعدنا الحوار خاصة الحوار دايما هي اهم وخاصة اذا كنا عائلة دايما بيخلق ترومة بمحلات معينة عند العالم هالخوف اه كتير كتير خوف من كل شي صار خلق الخوف وهذا اللي نتمنى نرجع لو قرأ ونرجع للمحبة ونرجع لذاتنا مثل ما اليوم انت حطيتي على الانستجرام I love what you wrote لانه عن جد نحنا كل شي بنعمله بيرجع لنا فقدش كمان افكارنا لازم نغيرها وتصرفاتنا وطريقة حكينا يعني عطول الناس كل شي بيدنا القوة بيدنا والقوة جواتنا يعني لحظة اللي منغير بنوجد الاستاذ وبنوجد الكتاب وبنوجد كل شي حولينا لنقدر نساعد حالنا بس منعلق بالجورة وما منقدر نعرف نطلع منها ومنبلش نفشفش بغيرنا وبقصصنا بس اذا منطلع بكل شي حولينا نحنا جبنا نحنا جبنا نحنا جزبنا نحنا جزبنا لحالنا والناس يمكن تضحك وما بتآمن بهالشي بس لا طلعوا بدي يقول شي يعني يمكن فني بس انه ضليت نقول بدي يغيرها شبابيك عندي بالبيت بدي يغيرهم من المودال القديم الخشب الزاز من زمان يعني مثل اباجرات تقريبا هيك بس زاد بالبيت مش ألمنيوم ضليت نقول بدي يغيرهم اجل انفجار وطاره كلهم غيرتهم عرفت يعني بدي أغيرهم لازم أكمل كل متى بأي طريقة بدي أغيرهم إجل انفجار وشالهم كلهم يعني من إجل سخيفة بس لأني ويعي على كلماتي شو بطلب شو بحكي ننتبه شو نحكي كلماتنا أنا معذب بيجي العذاب أنا حياتي بتقرف بيجي القرف أنا ظلمة كل عمري مأزي كل عمري أهلي بيضربوني بيجي الدربات الدربات بغير الكف يعني تيجي الدربات التانية شو لمن ننتبه لكلماتنا ساعاتها فينا نفوت أكتر لجواتنا ونقدر نساعد حالنا نقطع من هالحالات اللي عم نمرق فيها واليوم نحنا بيقى مسل حاجة إن كان باللبنان ولا بالعالم العربي كله ننتبه على عباراتنا وكلماتنا تعرفي ليه ميري لأنه الطاقة صارت الكونية كتير عالية صلنا نحنا بمحلات كتير دايمانشن كتير عالية شو كل كلمة نحكيها بتوصل بطلنا بال بالباطن صارت الطاقة عالأرض كتير عالية صو كل شي منحكيه بصير صو ننتبه شو منحكيه بس بدي يقول شي إنه في تكنيك سيب نعمل من واحد بحس إنه إجت الانجزاية وإجت العبق أو بالتراما خاصة يده الشمال اليمين يحطه تحت باطه الشمال ويده الشمال يحطه عكتفه ويمسك حاله هيك يعبط حاله شوي بس خمس دقائية إن كان بالسيارة إن كان على الطريق بتخف الحالة بس نحنا جسدنا بقلنا شو اللي نقزنا شو اللي صار تنحنا حسينا بهالشعور الخوف ولا الانجزاية ولا معاش فيه تنفس قلبي صار يدق بسرعة صو نحنا لمنعمل حركات صغيرة جسدنا دغري بتفعل معه صو إيدنا اليمين منحطه تحت كفنا اليمين منحطه تحت باطنا الشمال ومنمسك إيدنا الشمال ومنحطه على كتفنا اليمين ومنعبط حالنا وبس منقلنا حالنا نحنا بأمين نحنا بأمين أنا بأمين أنا بأمين أنا بأمين الجسد دغري بيرجع بيعمل برمجة لحال اللي يقدر يروء شوي وفي واحدة تانية كمان إنه منحط إيدنا اليمين على صنديحتنا مثل ما بقولوا وإيدنا شمال على قلبنا ومنخليها كمان سواني ومنرجع منقل إيدنا شمال على معدتنا وكمان منخليها سواني دغري البالنس بيصير الأنرجي بيتوازن معنا بجسدنا ساعتها بروق الجسم بس هوني نحنا لازم ننتبه شو اللي خلاني يصير به شو اللي كان قدامي اللي ذكرني باللي أنا فيه وذكرني ليش أنا معاش فيه تنفست ولا صار قلبي بسرعة وصار عندي هالخوف اللي حوالي يعني هو دي لازم نحنا دايما ننتبه لون يعني وقت المرة سرقت بفردان أنا بالسنة الالفين وخمسة يمكن أو ستة ما بتذكر بقيت عفترة طويلة خاف عالطريق امشي لأنه خيل أن اللي ماشي وراي بدي يسرقني the only thing ستاعملو أني أنا وماشي عالطريق قول I am safe I am safe أنا بأمان بس كنت دايما اطلع على وراي ومشي قدامي بس اطلع على وراي وارجع لرجعت للحالة اللي صارت معي وكيف اجوا وكيف سرقوني وكيف شدوني وكيف جروني عالطريق هوني بدنا نعيد البرمجة نحنا بنعيد البرمجة بدماغنا ومنعيدها بالطريقة اللي نحنا بدنا إياها والsubconscious mind تبعنا بصدقها ساعتها بتطلع من الحالة اللي أنت فيها ومنطلع إذا بنعمل بنرجع على ورا ونلاقي عندنا كتير حالات يعني نحنا أيام الشخص بيبقى جاي اللي عندي مشين شغلة بتطلع مش هاي الشغلة بس هاي الشغلة من أخف الأمور ومنفتح الطريق للعمر الخمس سنين والعمر الولادي كمان في ناس كتير مثلا بالولادي بيكونوا في عنف بيكون في عنف والأهل يعني ما بينتبهوا لهالموضي عادي أو بيكون مثلا دوية الولد بيبقى عم بيخلق وعم بتخلق الحالة اللي عم بتصير ممكن كتير يكون صار فيه عنف هونيك أو تراما خلال الولادة هي الأم عم بتولد يعني كيف طلع الولد على الحياة وهي كتير يعني بيكوز يمكن عندي هالحاسي السيدسي القوي اللي بقدر شوف في القصص سو كتير أشخاص بيجوا لعندي بلاقي إنه أول شي بيخطر عبالة إنه الولادي فيه شي بالولادي صار اللي خليهون يصيروا هيك مثلا خنق بزلعيمهم أو ما بيقدروا يتنفسوا ألبهم بريف بسرعة سو حالات كتير هيك من الولادي مبلش التراما والتراما صدقوني إنه تبلش من الومب من الرحم من الأول لحظة والأم شو عاملي معه وشو عم تعطي ميسجز وداونلود لهالطفل اللي موجود هلأ من إحنا ما بدنا نخوي في العالم بس نكون وعيين نوعيين للأحداث اللي عم بتصير حولينا العلاج بالتراما كيف بيصير إذا عم نحكي أنت كأنرجي هيلر أو شخص بيعالج بالطاقة يعني اليوم في كتير أشخاص بيروحوا عند معالج نفسها واختصاصة بعلم النفس لأنه استوعبوا أو وعيوا إنه هن عم بيقطعوا بصدمة معينة بيعملوا فترة العلاج وكل شي بيفهم وشو اللي صار بس بيضل في شيعة الآن هل حالو العلاج النفسي بيكفي أو لازم يروح عند أنرجي هيلر وكيف بيصير العلاج؟ إسنال أنرجي هيلن هلا أفعل أنرجي هيلن بعطي أنرجي هيلن بعطي رايكي أنا عم بعطي السشن للشخص أول شيء برخي الجسم بالتنفس وبالتكنيكس اللي بنعملو كمدتيشن يعني عنده بالبداية تنفس هو النفس كل شيء سو برخي الجسم قدمة فيه وبعدين بسأل للشخص أنه يتذكر حالي مثلا عمره 35 يتذكر أي شيء صار معه من العمر 35 لعمر 30 خالهم سي سنين أي شيء اللي صدمة صارت معه أزدته كتير بقلبه يرجع لورا ويتذكره طبعا الواحد بياخد وقته يعني وبحط إيدي على الثرد آي طبعي العين الثالثي لحتى لأنه هادي النقطة اللي هي نحنا بقوله بالعربي عندنا كل شيء مكتوب عجبيننا سوهو مضبوط لأنه هادي النقطة اللي هي نقطة الوعي ونقطة الزاكرة عننا سو بعطيهم وقتهم أنه هن يتذكروا كل شيء أزيهم physically mentally emotionally even sexually من عمره 35 لعمر 30 طبعا هادي المموري صغيري يعني خمسة سنين لورا فيه الواحد يتذكر حالي صارت معه كتير صدمي صارت معه وهون شو بيقلولك عن شغلة شو بيوجع بيخطر عبالهم شغلة تانية شو بيوجع بس شو من عملنا شو اللي بعملوا إنه أوكي رجع لها الحالة رجع عيشة مرة تانية تذكر مين كان فيه شو كان السونت شو عيطوا عليك شو كانت الكلمات اللي استعملوا شو حسيت بقلبك بهاللحظة اللي بيقلك حسيت بخوف حسيت برجفة حسيت أني بدي أبكي حسيت أنه بين بتريل أبيول حسيت بالشام بالقلد يعني بيقلك شو حس بقلبه أوكي جو باك للإحساس هيدا هلأ قللي شو صار بجسدك لأنه الجسد كمان بيحمل جسدي كان بده يهرب كان بده يركض كان بده يبكي كان بده يخطو لهالشخص سو اي تاكتهم باك للي عملوا هالأكتر بس لجعون لورا ليرجعوا لهاللحظة هيدا ويعيدوا إنه حسيت بدي أسفو كف أوكي منخلي الجسد يطلع كل شي في عنده ريفانج بالانتقام بالانتقام يعني طلعون كل إيتهم بعدين أنا بقللهم افتحوا البيب وهربوا ركدوا مش هربوا ركدوا ركدوا وركدوا وروحوا على محل أأمن شي بحياتكم يمكن يكون حضن أمهم يمكن يكون بتختهم يمكن تحت شي سجرة بشي محل على الشط البحر روحوا لهونيك ومن هونيك هيدا المحل بقللهم أنا قولوا لحالكم هلأ أنا عمري 35 سنة اللي صار معي صار بالماضي وأنا هلأ ما عاش بحاجة لقلوا يعني I keep repeating this وقلوا انه هلأ هيد الحالي بطل تخدم my highest good it doesn't serve my highest good anymore مش ما بتخدم بقى مصلحة العليا مصلحة العلم so من هلشي هيدا بطلب I intend with all my intention I intend to release it from my subconscious mind from my body from my heart from وين هو عالاني في from my system from my blood from my cells كأنه هو عم بيحط النية انه يشيلها بحط النية يشيلها من هالمحل من جسمه من عقباتنا exactly وبصير بعيدون وبصير باللحظة بيطلع معي كلمات كتير انه ما بيسمح بقى لهيدا يأزيني ما بيسمح له إلي هالكلمات هيدا so بين عادوا أشخاص بتبكي وبتصرخ وبصير بدت قوم من التخط تنتي في حالها يعني بيمرقوا بحالي بس برجع وإي ريلاكسهم ونبلش نعمل نفس لحتى اللي نطلع هالحالة اللي موجودة وين بتكون على الاني وبحس فيها أيام بالمعدة أيام ببطنهم أيام بفخادهم أيام بكتافهم بتكون على الاني لأنه بسي بلاحظ الجسد شو عم بيتصرف كيف عم بيعمل لأنه جسدنا كتير بيحكي وبعبر بس نحنا يعني إذا ما كنتي وعي ما بتعرف يعني إذا بتشوفي واحد مثلا بيحكي موتراما دقري بحط إيده مطرح موتراما تبعيته موجودة بيرجع بعيد نفس الحالة أو بيخبح حاله أو عرفتي هايكي بسي ومنسي من عمري 30 للـ 25 من الـ 25 للـ 20 للـ 15 ونرجع للطفولة هالكتير ناس بتقولي نول ما بدنا نعلق هوني أنا اللي منرجعن للطفولة الموسيقى بالقودة بتتغير بخليون يحكوا مع هالخمس سنين اللي عمرة خمس سنين بخليون يرجعوا يحكوا معا ويقلوا لها I'm sorry please forgive me thank you I love you من عيد الجيم اللي عدة مرات ومنخلي هالطفل صغير ترجع لقلبهم ونهونيك من وعدها انه ما منخلي حالا نأزيها هيدا الساشن يعني بنتهي بها الطريقة ها بعدين بخليوني خيلوا انه هن تحت شلال من الماء عم بنضف كل شي فيهم رواسي بالماضي ورواسي بالأفكار هنه كمان المأزية وبخليوني خيلوا انه هالماء عم بتتمحي كل شي صار من جسد وبروح من بارت لبارت بالجسم يعني لانه في محلات بالليفر مثلا بيعلى الانجر بالكبد بالكبد تبعنا سو بخليوني نروحوا لمحلات اللي اكتر شي هنه مأزيين فيهم عندهم اوجاع فيهم ومسي نخيل هالماء عم بتنظيف هلا يمكن الحال اعلى بتفكر انه معقولي هالاسلوب هيدا يقدر ريحنا ترسمي صدقوني انه صاري عشرين سنة بيشتغل بهالموضية هيدا وبشوف التغيير بالناس قد تحرروا من أفكار ومن جسدهم ومن العبء اللي كانوا كانوا عايشون سو السشن بياخد شي ساعة ونوس حسب العمر كمان اذا كانوا اكبر العمر بياخد وقت اكتر من مرة اكيد فيه اشخاص مثلا نص السشن بوقف لانه ما بعودوا فيهم يتحملوا ثم نرجع ونكمل مرة تانية بس اجمالا بس مرة السشن بيصير لانه من بعد الشخص بيوع بيصير ينتبه انه لا ما بدي ارجع عيد نفس لا ما لح اسمح لحدا يأزيني لا بدي انتبه كيف العالم تحكي معي ممنوع يحكي معي بقلي التهزيب يعني بيصير في هالبرمجة انا لازم حب حالي واحترم نفسي تشوف الاحترام والترست من غيري يعني حتى بيجعل بداية حتى بحالات الصدمات القوية مثل مثلا تحر الجنسي او اختصاب او اللي شايف مجزرة قدام وهو اللي بياخد بيطلب ساشن واحدة جلسة واحدة او اكتر من جلسة كل العالم اللي شفتهم جلسة واحدة بس انا نحنا انا بعمل كمان مثلا بعطيهم يكتبولون لهالشخص رسالة رسالة ويسامحوهن ويسامحو نفسهم انه سمحولون يأذون كمان في بروسس يعني بدون يعملو او مثلا هالطفل اللي شافوها اللي عمره خمس سنين على اسبوع بدون يهتموا فيها ويشوفوا شو بده وكيف يقدروا دايما يكونوا يخلوها تحس بأمان وبمحبة يرجعوا يرجعوا السألة حالهم بس اجمالا يعني اكتر شي بجلسة واحدة الاشياء بتتحرر اكتر يعني وبشوف يعني بعد الجلسة مثلا في ناس بدلا يومين بتتخذ مقدرة تتحرك لانه بيبكوا بيحسوا بالأوجاع عم تطلع من الجسدون عم بنظف رسمه يا الجسم بيبقى عم بنظف العلاج بالطاقة ولا كل هالأمور اللي بنعملها وانتي ميريه اخبر بهالاشية كتير علامت منك حبيبتي بكل ساقة بحكيها انه قده في ناس تغيرت يعني من بعد جلسات ومن بعد meditation يعني انا اكبر دليل انه طلعت من deep depression because of meditation حالك اكتب او بيديك اكتب ايب قوي هذا اللي وصلني لكل هالعالم يعني الروحاني بس لانه ايمنت ولانه ايمنت بنفسي كمان اكتر شي اني انا برفض عيش بأهر برفض عيش اني انا مزعوجي برفض عيش بمحال ما يكون مبسوطة فيه ونحن لازم ناخد القرار يعني اللي بيجي لعندي بدهوا يعمل trauma هي اول شي بيسألهم انت حاضر مستعد تواجه ومستعد تاخد القرار وتاخد الول انك انت تغير بحياتك اذا مش سعد ما تريع لوقتي ولوقتك لانه نحن علينا كمان انه يكون عندنا الول الارادة الارادة الحرة انا بدي اغير برفض عيش هيك برفض عيش تحت الادمان وتحت الادمان لا اي شي او وجع او شي برفض هيدا يعني كنت سألتك من شوية قدال العلاج النفسي ممكن يكون كافي بس فيها تكون هيدا المرحلة التانية من بعد العلاج النفسي الجلسة اللي انت عمت عامليها مع ومتما فشرحتيها بالتفصيل انه يمكن وعي بجلسة العلاج النفسي شو هي عارف شو بيه وهيدا المرحلة التانية اللي بتساعده انه تظهر من جسمه ويتحرر هو من جوه ادي فعلا الوعي لكل هيدا الاشياء ممكن تساعدنا نحن عن جد نغير مصار حياتنا كله سوا وما نقول انه اتستوليت او خلص هلأ الوقت مأخر لان في ناس يمكن عاشت صدمات كتير بحياتها هلأ بعمر الخمسين او ستين او حتى يعني بالسبعين تقول انه خلص لا انا انا عمري 62 سنة عمري كله بلش بعمر الاربعين يعني لا ما في شي توليت كنت اللي من يعدوا اهلي بثمانينات الله يرحمهم يقولوا انه يقولوا يا بابا سامح يقولوا لي اخوتي انه خلاص بعد هالعمر بك تعلميه سامح لا اكيد لازم يعرفوا يعني مش بدي علمه بدي وعيه انا ما عم بعلم حدا انا بس عم يعني عم بذكره انا عم بذكرهم للعالم بس مش عم نعلم شي نحنا اكيد never too late اكيد فيه ابدا ابدا حتى لو بعمر المئة سنة لازم نحنا نوع على وعينا ونعيد وعينا ونطلع بحالنا ونشوف شو بدنا وشو منحب وشو ما منحب بالعكس يعني بتنقلنا لمرحلة تانية الهية نورانية انه بالعكس لانه هالروحة بتنتقل من محل لمحل وبتاخد مع المجرات كل الذكريات اللي انتي مرأت فيهم سو تروح لمحل تاني انتقل فيه انا كن بمحل احسن اخف متحررة متحررة اكتر وناخد معنا طبعا ما في never too late لا ابدا انا بشوف اشخاص بالسبعين وبالثمانين سنة لا never too late اكيد لا يعني سمتامز الامراض بتجينا بتذكرنا بتراما طبعولنا والبتخلينا نقدر نغير حياتنا كلنا كمان مجرد يمكن مرض سلطان وعيني على شي ارجع على الجراتيتيود ارجع خاص كل عمرون يأذوني هون بيصير فيه تسامح وفي قبول للي صار وما بقول قبول انه انا بقبل انه شو صار فيه بس اكسبت يعني فيه في محل انا بدي اتقبل اللي صار لا اقدر سامح اذا ما قبلت ما فيه سامح وما فيه اطلع من الحالة اللي انا فيها يعني نحنا بدنا نتقبل شو صار مين ازينا وكيف ازونا ونرجع نقدر نسامح وننظف قلبنا ونطلع من الحالة التراما اللي نحنا مرقنا فيها ونعطي حالنا وقت ما نكون قاسين مع حالنا ولا جوجين انا هيدا الشي دايما بقوله انه كونوا مع حالكم لطيفين حبوا روحكم وحبوا حبوا حتى كل المشاعر اللي عم تطلع حتى لو كانت غضب تقبلوها ما تكونوا قاسين ما تعلمت وما عملت وما زبطيت معي وما قدرت عملت لا ما كله بده وقت وبده practice سلحتين نحن نقدر نوصل للي بدنا للسلام الداخلي للسلام الداخلي نتمنى عن جد هيدا شي يطال كل شخص على هال بها العالم وها الأرض إن شاء الله يا ميري إن شاء الله إن شاء الله بيحتاج وجودك ووجود العالم كله هيدا واللي انت هلا عم تعمليه كمان it's beautiful أكيد عندي عطول طائط امتنين لهيدا الشي يعني كل شخص عم بيسمع البودكاست وعم بيغير كلمة ذا وحدة عم بتغير شي صغير بحياته مثل ما وقتا تعرفت عليك كلمة وحدة غيرت كتير اشي خلتني أرجع لعندي وعمل جلسات ريكي وقلبت حياتي كلها سوا فعطول منشجع العالم إنه أكتر يعني go deeper روحوا للعمق أكتر واسألوا أكتر وعطوا حال كل وقت وعطوا حال كل مجال خاصة للأشخاص مثلا بيقلولك إنه دهري بيجهاني بس ولا حكيم كان يعرف لي طلع بغير يعني في باب بس في باب تاني كمان طلع عليه إنه شوفوا هو ما بيقزي إذا ما نفعكم ما بيقزي شوفوا كمان الباب التاني النور التاني طاقت حب وامتنين ونور من نوال فليحان ومننا أنا إن شاء الله كنفدناكم بهذا الحل أو عطيناكم فكرة عامة وواضحة على شو هي الترومة وأكيد إذا عندكم أي سؤال فيكم تترجعوا ترسلونا وتتوجهوا بالأسئلة لنوال شكرا كتير نوال لأليك كنتي لأليك أهلا وسهلا لقونا بالحلقة الجاي